بعد شهرين بس من تولي منصب المدير المالي لشركة بايدانس تم تعيينه الرئيس التنفيذي لتكتك تشاوزي 2 السنغافوري البالغ من العمر 40 سنة كان ضابط في القوات المسلحة السنغافورية وصاحب منصب مرموق أثناء خدمته في الخدمة العسكرية بيطقن اللغتين الإنجليزية والماندورين الصينية حصل على باكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كوليج لندن والماجستير في إدارة الأعمال من هارفورد بيزنس سكول اتدرب في شركة فيسبوك عندما كانت شركة ناشئة عمل مصرفيا في جولدمان ساكس لمدة سنتين كما كان مديرا ماليا ورئيسا للأعمال الدولية في شركة الهواتف الذكية الصينية تشاومي أمضى خمس سنوات في شركة الاستثمار دي أستي حيث قاد فريقا أصبح من أول المستثمرين في بايت دانس سنة 2013 شو هي أكتر معلومة لفتت انتباهك عن الرئيس التنفيذي الغامض لتك توك للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today اشتركوا في القناة